اشتركوا في القناة التي يمرون بها وذلك من خلال وكلة الأمم المتحدة لغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في إطار مواقف مملكة البحرين ونهجها تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف ومديد العون لهم والذي يعد من ثوابت مملكة البحرين مجددا المجلس تأكيد المملكة على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء إلى قطاع غزة وأهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد مؤكدا المجلس على ضرورة عدم تفاقم الأوضاع والعمل على إطلاق سراح أي مدنيين محتجزين أشار المجلس إلى دعم مملكة البحرين التام لكل جهود التنسيق نحو تحقيق السلام العادل والاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة مؤكدا على موقف مملكة البحرين الثابت في دعم وتأييد جهود السلام الشامل من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وصولا لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن يكون السلام والتمسك به هو الخيار الأوحد للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ثم تابع المجلس الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والأجهزة الحكومية تنفيذا للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وأحياء قصر عيسى الكبير وتطوير المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية والذي قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على إثره بزيارة محافظة المحرق ووجه بالبدء بالإجراءات الفورية لخطة تطوير مدينة المحرق وبالإسراع في استكمال مشروع مسار اللؤلو بعدها أكد المجلس على أهمية الاستمرار في التحول الإلكتروني بالخدمات الحكومية بما يتيح مزيدا من التسهيل أمام المتعاملين منوها بالدور الذي تطلع به اللجنة الوزرية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة معالي وزير الداخلية في هذا الجانب وهن المجلس الفائزين بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية من الوزرات والجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال النسخة العاشرة من منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية بعد ذلك أشهد المجلس بالدور الذي تطلع به الكوادر الوطنية المتخصصة في مختلف مجالة الهندسة في رمض مسار التلمية وهن المجلس جميع المهندسين البحرينيين بمناسبة يوم المهندس البحريني ثم قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة معالي وزير الداخلية حول الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل في الفضاء الإلكتروني 2023-2026 والتي تهدف لنشر الاستخدام الآمن الانترنت لمنع استغلال الأطفال مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن الانضمام لمدونة جيبوتي للسلوك المعدلة الخاصة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح على السفن والأنشطة البحرية غير المشروعة في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بشأن البرنامج التجريبي للمسار السريع لفحص براءات الاختراع بين وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب بعدها استعرض المجلس ميالي مذكرة سعادة وزير الشؤون القانونية حول آخر مستجدات الخطة التشريعية السنوية مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حول آخر مستجدات المشاريع والبرامج الإسكانية والتخطيط العمراني وما تم على صعيد الخدمات والتمويلات الإسكانية وخدمات التخطيط العمراني حيث أكد المجلس على الاستمرار في تبني الحلول المبتكرة التي تحقق تطلعات المواطنين في سرعة تلبية طلباتهم الإسكانية وتوفير الخدمات الملائمة لهم بعد ذلك أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي المشاركة في الدورة السابعة والعشرين المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك نتائج المشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية نتائج الاجتماع العشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الدول الخليجي العربية نتائج الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المشاركة في الدورة السبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حصول مدارس مملكة البحرين على لقب المدارس الحاضنة للتكنولوجيا من شركة ماكروسوفت للعام الدراسي 2023-2024